السلام عليكم ازيكم؟ عاملين ايه يا رب تكونوا بخير؟ اكيد كلكم خدتوا بالكم ان المواقع التواصل الاجتماعي رجعت اشتغلت تاني طب ايه السبب؟ يا ترى المعلومات بتاعة المستخدمين فعلا تم تسربها زي ما قيل هنعرف الحقيقة وكمان ايه السبب في تعطيل الفيسبوك وكل مواقع التواصل الاجتماعي لأكتر من سبع ساعات؟ وسؤال كده ياريتني داردش فيه مع بعض في التعليقات عملت ايه في السبع ساعات؟ يا ترى كنتوا مبسوطين؟ يا ترى كنتوا زعلانين؟ يا ترى فارق معانا جدا مواقع التواصل الاجتماعي؟ ايه المشكلة لو ما كانش فيه مواقع التواصل الاجتماعي؟ يعني ايه المشكلة لو ما كانش فيه فيس وانستجرام وواتس؟ انا متأكدة ان فيه ناس هيبقى همها انها بعيدة عن اهلها فبتحاول تتواصل بهذه الوسائل طب الناس التانية قلولي كنت سعدة ولا حزنة؟ انا عن نفسي لو هقول عن تجريت الشخصية بجد كانوا اريح سبع ساعات مفيش حد بزن مفيش رسائل مزعجة مفيش حاجة انت قاعد مع اهلك بتتكلم حتى لو تتكلم في نفس النقطة بتاعته وليه؟ ليه في مشكلة ايه؟ هيتحل امتى؟ فده لوحده حوار اسفل لو طولت في النقطة دي كلكم خدت بالكم ان سبع ساعات ماضية تم تهكير كل مواقع التواصل الاجتماعي في شركة فيسبوك انستجرام واتسقاب طبعا ده كان السبب بسبب هكر صيني طفل صيني عنده 12 سنة يطرى فعلا الصين هي اللي عملت كده وهكرت كل شركة فيسبوك او مارك نفسه هو اللي كان بتسريب بعض معلومات المستخدمين طبعا الخسائر فادحة يا جماع خسر مارك خلال 6 ساعات بالتحديد اكتر من 6 مليار دولار في اقل من 6 ساعات طبعا خسارة فادحة وخسارة كبيرة جدا جدا لمارك والثروة الشخصية لمارك بالفعل تراجعت 6 مليار دولار في اقل من 6 ساعات طبعا خسارة كبيرة زي ما قلت لحضراتكم لقيت ناس كتير جدا معتمدة اعتماد كله على هذه المواقع الناس كلها التفتت لليوتيوب وتويتر خلال 6 ساعات الماضية وفي ناس كانت مريحة دمخة خالص بعيدة عن كل مواقع التواصل الاجتماعي وفعلا ناس كتير كتبت على تويتر وقالوا دولي احسن 7 ساعات في حياتنا الحمد لله ان احنا مش عايزينها ترجع تاني وفي ناس فعلا كانت بتبكي علشان بعيدة عن اهلها عايزة تطمن على اهلها وسيلتهم الوحيدة انهم يبعدوا رسالة على الواطس عشان او يكلموهم ميسنجر في ناس بعيدة في سفر بعيد فاكيد الموضوع ده بيكون مؤثر جدا جدا عليهم حاليا وفي اللحظة الحالية تم تشغيله زي ما قلنا لحضراتكم وكان عندنا مصداقية انه اشتغل الساعة الثانية عشر بالزبط الساعة 12 كان كل مواقع التواصل الاجتماعي اشتغلت في كل انحاء العالم لو حضراتكم رجعتوا لفيديوهاتنا في بداية الموضوع اكيد هتتأكدوا ان احنا قلنا كده عموما بالتوفيق لحضراتكم جميعا وتخيلوا ونقشونا في التعليقات لو فعلا ما فيش فيسبوك ولا واتس اوب كان ممكن الناس تعيش ازاي يا ترى كان هيفرق معاكم ولا الموضوع عادي انا بشكر حضراتكم جدا ادعمونا بلايك واشتراك لو تكرمتم ده هيزيدنا شرف شكرا جزيلا السلام عليكم